اشتركوا في القناة الكفاة المستدفى من هذا الدرس يا أحبائي وهو هذا الدرس بعنوان الأسلوب اللغوي الكفاة المستدفى من هذا الدرس أن يتعرف الطالب أسلوب التوكيد بكل وجميع واستعمالهم استعمالا صحيحا عزائي الطلاب ما معنى التوكيد؟ معنى التوكيد هو لفظ يقصد به تثبيت المعنى في نفس السامع والتوكيد يا أحبائي ينقسم إلى قسمين إما توكيد لفظي أو توكيد معنوي التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ نفسه والتوكيد المعنوي يكون بألفاظ منها كل وجميع تعال معي لننظر إلى الأمثلة الموجودة في الدرس أصوء عبارات على غرار النموذج المعطى مع ضبط أسلوب التوكيد المثال الأول يا أحبائي يتصف المخترعون كلهم بقوة الإرادة المثال الآخر يتصف المخترعون جميعهم بقوة الإرادة فنرى في المثال الأول كلمة كلهم هذه هي التوكيد والمخترعون هي الإسم المؤكد وفي المثال الآخر جميعهم هذا التوكيد والمخترعون هو الإسم المؤكد فنرى أن في كلمة كل ضمير يضيف إليها ضمير هم ليطابق المخترعون في النوع إذا كان مذكرا أو مؤنسا فالمخترعون مذكر فجاء الضمير مذكر وجمعا إذن ليطابق كلمة المخترعون وإذن أيضا كلمة جميعهم الضمير يطابق المخترعون تعالى المثال الآخر تمتاز المخترعات المنزلية كلها بسهولة الاستخدام كلمة كلها تمتاز المخترعات المنزلية جميعها كلمة جميعها هذا التوكيد المثال الآخر أشجار الحديقة كلها خضراء المثال الآخر أشجار الحديقة جميعها خضراء في المثال الآخر المثال الرابع البرامج التعليمية كلها مفيدة البرامج التعليمية جميعها مفيدة إذن يا أحبائي الكرام نرى في هذه الأمثلة أن كلمة كل وكلمة جميع أن كلمة كل وجميع تفيد الشمول والعموم وأن في هذه الكلمات من كلمة كل وكلمة جميع كل منها اجتمل على ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في النوع سواء كان مذكرا أو مؤنسا وفي العدد سواء كان مفردا أو مثنى أو جم إذن لابد أن يتوفر هذا الشرط وهو أن يطابق التوكيد الاسم المؤكد بمعنى أن الضمير يعود على الاسم الواقع قبلها المؤكد ويطابقه في النوع والعدد أحبائي نرى أيضا لو لاحظنا هذه الأمثلة نرى أن الاسم المؤكد إذا كان مرفوعا كان التوكيد مرفوعا وإذا كان الاسم المؤكد منصوبا كان التوكيد منصوبا وإذا كان الاسم المؤكد مجرورا كان التوكيد مجرورا بمعنى أن التوكيد يطابق الاسم المؤكد في الإعراب رفعا ونصبا وجرا تعال لنرى الأمثلة الأخرى أضع في الفراغ مما يأتي الكلمة المناسبة كلمة كلها أو جميعها حفظت الصورة كلها الصورة مفعول به الإسم المؤكد وكلها التوكيد إذن التوكيد منصوب لأن الإسم المؤكد منصوب غسلت الفواكه جميعها أيضا كلمة جميعها أكدت كلمة الفواكه وكل منها اجتمل على ضمير يعود على الإسم المؤكد أحبأي تعال لنرى الأمثلة الأخرى في الصفحة الأخرى أستخدم أسلوب التوكيد بكل أو جميع للتعبير عن كراهية الأخلاق السيئة عند الناس أقول الأخلاق السيئة جميعها مزموم أو الأخلاق السيئة جميعها مكروه عند الناس براعة المهندسين في تصميم المبنى أقول المهندسون كلهم بارعون في تصميم المبنى جمال اللوحات الفنية في المعرض أقول اللوحات الفنية كلها جميلة إذن بهذا نكون قد انتهينا من الأنثلة تعال لنرى خلاصة هذا الدرس عزيز الطالب أقول أن التوكيد بكلمة كل وجميع يفيد الشمول والعموم وأن التوكيد هو لفظ يخصد به تثبيت المعنى في نفس السامع ولا بد أن يجتمل التوكيد على ضمير يعود على الإسم المؤكد يطابقه في النوع وفي العدد في النوع سواء إذا كان مذكرا أو مؤنسا وفي العدد إذا كان مفردا أو مسنى أو جمع وأيضا أن التوكيد الإسم التوكيد يطابق الإسم المؤكد في الإعراب رفعا ونصبا وجرا بمعنى إذا كان الإسم المؤكد مرفوعا كان التوكيد مرفوعا وإذا كان الإسم المؤكد منصوبا كان التوكيد منصوبا وإذا كان الإسم المؤكد مجرورا كان التوكيد مجرونا ونكتفي بهذا القدر أحباء الأعزاء وإلى لقاء آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر